اشتركوا في القناة من شهر طوبة المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين تحتفل الكنيسة اليوم بأحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى وهو عيد عرسقان الجليل الذي تمت فيه الآية الأولى التي صنعها الرب يسوع المسيح وأظهر بها مجده وقدرته على كل شيء وبسببها آمن به تلاميذه وانفتح للآخرين باب الإيمان وذلك أن الرب قام بتحويل الماء إلى خمر وبحضوره في العرس بارك سر الزواج الذي رسمه في كنيسته وجعله سرا مقدسا ورغم أن السيد المسيح قام بتحويل الماء إلى خمر في عرسقان الجليل حسب عوائد اليهود إلا أنه يحذرنا من السكر كما قال معلمنا بولوس الرسول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بركة ربنا يسوع المسيح الحالة في عرسقان الجليل تحل علينا وعلى بيوتنا وتباركنا بكل بركة روحية آمين وفيه أيضا من سنة عشرين للشهداء سلاثمائة وأربعة ميلادية استشهدت أميرة الشهدات المصريات القديسة دميان العفيفة ابنة مرقص والي البرولوس والزعفران ورباها أبواها تربية مسيحية حقيقية ولما كبرت عزمت على أن تعيش حياة البتولية فوافقها والدها على ذلك وبنى لها قصرا لتعيش فيه مع أربعين عذراء كن يقضين أوقاتهن في الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة ولما علم الملك أن دميانة هي سبب ندم أبيها مرقص على التبخير للأوثان واستشهاده أرسل إليها قائدا ومعه ماء جندي لكي يجبرها على إنكار المسيح ولكنها رفضت فعذبها كثيرا بكل أنواع العذاب وأخيرا قطع رأسها مع الأربعين عذراء واستشهد معهن أربعماء آخرون ونالوا جميعا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين وفيه أيضا تنيح القديس ثاوفيلوس الراهب وهو ابن وحيد لأحد أمراء جزاء الرومة جاء إلى مصر طالبا الرهبنة فذهب إلى دير الزجاج بالقرب من الإسكندرية فاستقبله القديس بوكتر رئيس الدير وبعد أن اختبره ألبسه إسكيما الرهبنة ولما أكمل القديس ثاوفيلوس جهاده الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين ربنا موجود